يا لحظة طيب بشوف تغريبا أيها يعني كده نحن أونلاين وتستطيع إذن أن تبدأ على طول طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين ومواصلة في سلسلة سايكولوجية الزول السوداني مع الأستاذ الجميل الحلو محمد جمال الدين الباحث والمختصع من الاجتماع اليوم الحلقة 14 بعنوان نظرة فنية والتقنية في شعر وغناء شعوب السودان الجديم والحديث والحقيبة أما لا تعرف شعرها لا تعرف نفسها وذلك سبب ونتيجة للأزمة الوطنية والحضارية الشاملة أستاذ محمد جمال الدين والله سعيدين بك وسعيدين أن السلسلة مستمرة كل مرة تعمل لنا إضاءات ونفهم أكتر عن سايكولوجية الزول السوداني وعن نفسه تفضل دا كلام دا كلام جميل وشكرا للجمال وشكرا للشكر يعني شنو قال ليك يعني في مسأل سوداني مع ليش شوية كده صعب المسأل بيقول ليك مسأل قديم وخالص شكارة دلاكته يعني شنو يعني أنت المقدم وصاحبي وصديقي وبيتقوم تشكرني مالشي معروف فما ممكن نغش الناس نحن بنتحاور مع الناس وحنقول لهم كلامنا والمفيد يأخذوه نحن دايما بنأخذ منهم المفيد فياخي تحية ليك كمان وأنت في تلك البلاد البعيدة ونحن نتحدث بهذه التكنولوجيا يعني الممتازة زوم وعندنا كمان روابط لأصدقانا وأصحابنا وهنا في الفيسبوك في حيطي والليلة كمان برضو متابعين معاي ناس حاجة جروب اسمها الميرود وديل زملائي وزميلاتي في جامعة خرطوم يعني دفع مختلفة فمرحب بهم ومرحب بكل الأعضاء وعضوات منبر الباحثين السودانيين ومرحب بكل الناس اللي يشاهدون في كل مكان تحية طيبة وأمسيات خير وبركة الليلة موضوعنا يعني صعب أصعب من ما مضى سايكولوجية الزول السوداني مسألة معقدة جدا ولأنه للأسف ما في بحوث كثيرة وأنا في الحقيقة وأنا لست بشيء تعبت جدا عشان أصل للفورميلة المن خلال أقدر يعني أحدد شنو يعني سايكولوجية الزول السوداني وعرضي فالمفهوم ده نفسه دي كان قصة معقدة جدا والليلة حنتحدث عن شنو عن الشعر والغناء في السودان شعر وغناء شعوب السودان ودي مسألة مهمة جدا جدا أهمية شنو طيب ممكن ذول يسأل جواه ما أسع ما في كهربة وما في رغيف وما في بنزين وفي مشاكل كثيرة جدا وفي فيضانات ما لا أقل لها دوة وفي مشاكل عملية يعني أهمية شنو يا أستاذ ممكن واحد يسألنا إنك إتا تتحدث لنا عن شعر وغناء شعوب السودان ده أهمية شنو الكلام ده مهم وخطير جدا أقول لكم ليه لأنه هو جزء من الكل نحن عندنا حاجة اسمها مشروع السودان 200 مشروع السودان ده 200 مشروع السودان 200 بيزعم بأنه نحن مشاكلنا كلها في السودان قايمة على حاجة أساسية مهمة جدا هي الجهل بذاتنا الجماعية والجهل ببيئتنا الطبيعية المحيطة بينها والبيئة الطبيعية المحيطة بينها مكونة طبعا من الصحراء والجبال والوديان والأرض والسماء الأرض وما فيها من آثار وما فيها من موارد والفضاء وكل شيء حتى السماء مجهول بالنسبة لنا لأنه نحن ما عملنا فيه أبحاث وما نظرنا له وما تحققنا من ذاتنا الجماعية ومن بيئتنا الطبيعية بأعقولنا وبأيدينا نحن ذاتنا لغاية السعر وبالوعي بذاتنا الجماعية بنعني بأنه نحن لغاية السعر كشعوب السودان لغاية السعر ليه بنضغاتل ولسه ما عملنا دولة محترمة حقا يعني عبر السنين دي كلها منذ الاستغلال ولغاية السعر نحن فشلنا له فشلنا للزعم ده نفسه بأنه في الحقيقة نحن ما بنعرف ما بنعرف ذاتنا ما بنعرف نفسنا على جميع المستويات ما عندنا توسيق لذاتنا لذلك دعوة مشروع السودان ميتين إنه حيوسق الماضي ويعمل على فهم الحاضر ويخطط المستوي أن نوسق الماضي أن نفهم الحاضر أن نخطط للمستقبل دي دعوة مشروع السودان ميتين وبالتالي نحن بنتحدث في كل شيء في السياحة وتاريخ وفي الطرغ والكبار وبنتحدث في المؤسسات العسكرية والمدنية وتحدثنا قبل ذا وبنتحدث في البيئة الطبيعية والمعادن والأحجار الكريمة وبنتحدث في ذاتنا قبائلنا وشعوبنا وبنياتنا المدنية الحديثة وبنياتنا القديمة الطائفية والصوفية والغيبية والروحانية والمدنية الآن وعن شعوب السودان وعن كل شيء كل شيء ده مشروع السودان ميتين واليوم اليوم حاجة خطيرة ومهمة جدا لأنه غناء وشعوب السودان ده ما هو جواه في تاريخ شعوب السودان لأنه نحن في الحقيقة ما عندنا توسيق ما عندنا توسيق التوسيق قاعد شفاهة قاعد في الأشعار تاريخنا قاعد في الأشعار دي نفسها شفت كيف في الأشعار دي نفسها وأبداليك على سبيل المثال السعدي مقدمة ضرورية جدا نحن حنبدأ الموضوع لأنه الليلة حلقتنا تغنية حنتحدث عن الشعر والغنى مش شيء كلام لا فنيا بنياته الداخلية وتفاعله هل الشعر الشعبي وزاته عنده بنياته وتفاعل وأوزان طبعا في ناس كتيرين من دهشه طبعا يا أخي يا أستاذ ويا أستاذة أي شعر في الدنيا بأي لغة لازم هو عنده أوزانه وتراكيبه المحدد اللي بتجعله نمط شعري سواء كان شعبي فصحى عربي إنجليزي أمازيقي نوبي أسيوبي أي شعر عنده وزنه وتفاعلته في الكون لكن نحن العنوان نفوق زعم خطير ومهم ونستطيع أن نثبت بالأدلة نحن تقريبا نجهل نجهل شعرنا ونجهل غنانا وفي مغولة ما حقتانا دي مغولة غديمة بتقول إنه أمة تجهل شعرها تجهل نفسها لأن الشعر فيه كل شيء في الماضي والشعر ده كان في يوم من الأيام هو الفضائيات حين لم تكن فضائيات ولا غاني الشعبية دي كان حين لم تكن فضائيات الفضائيات ولم تكن روادي هي الروادي وحين لم تكن تلفزيونات هي التلفزيونات وحين لم تكن صحف هي الصحف يعني فيها فيها كل شيء لأنه زمان الأدوات ده كلها ما موجودة كان الأدب وإرث الشعب وشفرات الجينية بتنتغل عبر الأشعار والأغاني والحكاوي والروايات الشعبية تلك هي الغضية وأقول ليك مثلاً عندنا طبعاً نحن اللغة العربية المرات الفاتت قلني أنه اللغة العربية حديثة في السودان نحن عندنا لغات أخرى وعندنا حضارات أخرى واللغة العربية اللي جات يعني حديثاً في حدود ستمية سنة وخمسمية سنة أصبحت جزء من إرسنا طبعاً برضو تماماً زي كل مواريسنا الأخرى الحضارية لكن اللغة العربية حديثة في السودان لذلك ما عندنا توسيق نحن أول كتاب لنا هو طبغات والضيفالة اللي تكتب يعني في حدود العام قبل العام 1800 بشوية بوسق للدولة السنة ده الكتاب الوحيد الكتاب الوحيد الخلفته لنا مملكة كاملة استمرت ثلاثة غروم ما كان عندها توسيق باللغة العربية لأنه ما بيتباع كان الملك ما بيقدر يبيع الكتابة لأنه الناس ما كانوا بيتحدثوها في المملكة كانوا في المملكة السلطنة الزرقاء السلطنة الفونج اللي استمرت ثلاثمائة سنة جزوا من إرسنا وحضاراتنا برضو الكبيرة هذه الحضارة كان الناس بتتكلم عدة لغات ولغات الملوك في الأساس اسمها البرتا لغة من من اللغات الموجودة في النيل الأزرق ولكن هناك لغات أخرى واللغة العربية كانت موجودة ده شيء آخر لكن كانوا بتتكلموا أغلية مثلاً أول شاعر وشاعرة بتحدثوا طبعاً كانوا بيشعروا بالداري ده قبل نحن ما نمشي للموضوع الفني والتغني في شعرنا وغنانا ونحن سيبنا نتحدث عن جهلنا بشعرنا وغنانا وحنثبت لأن الناس بس تصبر بس حنثبت نحاول نثبت المغولة دي بالأدلة التي نملك يعني شوفار شوف إنه اللغة ذاتها متحركة طبعاً يعني النسخة الداريية دي نحن المرات الفاتت قلنا النسخة الداريية الموجودة في الوسط النيل الوسيط مرجعية في العهد المملوكي ومرجعية في الأندلس ده كلام جدل كثير لكن نحن قلنا فيه ما قلنا قبل ده واتحدثنا عن الموضوع ده كثير جداً السماحة نتحدث عنه تاني لكن اللغة دي برضها متحركة قعدة تتطور مثلاً دي من أول الأشعار اللي اتعاملت باللغة العربية عندنا أشعار باللغات تانية اللغة العربية قلنا حديثة عندنا في السودان وإن السودانين لم يتبنوا الإسلام كدين ولم يتبنوا العروب كعرق بعضهم يعني إلا بعد بعد انتهاء نسخة المزدهرة كان السودان جل الوقت أثناء الحضارة العربية الإسلامية ما كانت مزدهرة وكانت تنتج وتبدع وعندها فلاسف وعندها جيوش تفتح البلدان كان السودان ممالك مسيحية صدت صدت المحاولات اللي جاتوا من الشمال والشرق وظلوا هما يحتفظوا بإرسهم وبدينهم المسيحي لمدة ألف سنة وبالتالي هما تبنوا اللغة العربية وبعض غبائل السودان تبنت العرق العرب بالإضافة لأنه في غبائل العربية جات ده حدث بعد انتهاء الحضارة بعدما هزيمت الحضارة العربية الإسلامية بواسطة التتار الكلام ده عنده علاقة باللغة طبعا والشعر سنة 1250 التتار بتحديدا 1258 التتار ضربوا بإغداد وانهارت الحضارة وتشتتت الوقت داخل السودان كان مسيحي لحد تاني 250 سنة السودان مسيحي لحد العام 1503 ميلادية فبعد ذلك تبنت جماعات من السودانيين اللغة العربية وتبنت الدين الإسلامي في الحقيقة الدين الإسلامي المغولة الخاطئة والأثبتة بحسنة وتبدو جدلية إنه في الحقيقة ما جات جماعات جعلت السودانيين مسلمين لا الجماعات الوسنية في السودان زي الفونج وجماعات أخرى تبنوا الإسلام كأيدولوجيا مضادة للمسيحية لأنه كانوا في حرب معها وجماعات تبنت اللغة العربية أيضا كأيدولوجيا كانت لغة محايدة عن لغة الكنيسة الغطية التي كانت متبنيها في الممالكة المسيحية كان في صراع عنيف جدا وكان في حروب كبيرة وعنيفة ماتوا فيها آلاف الآلاف نظر من الجانبين الكلام هذا قبل أنه يرسوبه بـ 200-300-400-500 سنة لكن التاريخ مختزل عندنا في أيها اللغة العربية حديثة عندنا وهي لغة عظيمة وجيدة ولكن النسخة جاتنا داري طوالي دائما اللغات تبدأ فصحة في الحقيقة المرجعية طوالي الناس بترجع وراء والناس بيؤدون البادي عشان يقرؤوا الأصل اللغة الأصلية فنحن جاتنا نسخة جاهزة في الحقيقة الدارية ذاتها جاهزة من العهد المملوكي ومن الأندلس في لحظة ما قلنا لأنه انهار في وقت واحد المماليك المملكة انهارت في مصر جو السودان وجاد جماعات من الأندلس وكان سكان الوسط النيلي كانوا شوية فهم أسروا تأثير بالغ وكان عدد ربما أكبر من عدد السكان الموجودين فقط نقول في الوسط النيلي عشان كده السوداني في الأطراف احتفظوا بلغات أم لغاية اللحظة الحالية واللغة العربية هي مجرد لغة تواصل لغة ثانية أنا قلت حقول لكم قصيدة في بداية دي مغدمة لسه لحسن الحرك كيف ما أشوف انه الكلام ده هيكون صعب كيف على البعض مننا على الكثير مننا دي الدارية اللي كانت الوقت دا كان بيقول شنو بالقصيدة يعني مرته وكان مزيون في السجن ومرته كانت بعيدة منه فعلى أظن هكذا يعني اسمها شم قال ما تستاهل الكاميرا وسكون اليوي شم جارت الوهوة مع الدام بوي جابوا لكتب الأخرش بهاب بوي خشموا مع الحوال بلوه يد داقوي الضمير يعني حاجة عجيبة شفت الكلام ده كيف دي كانت جزو من اللغة دي اللغة الوقت دا كان اللغة متحولة قلنا وهذه اللغة أنا بقول يجب أن ننظر يعني يجب أن نرجع لتحول تاريخ الأشعار القديمة وحنلقى فيه بعض الملامح لإرسنا لما تكتب ولغتنا لسه على التحولات اللي حصلت فيها ما عارفنا دا كله في الشعر لأنه ما في توسيق غيره هو الوصنة ما وصلتنا كتب ما ألفت أي حاجة ما في رحالة كتب باللغة العربية في السودان جونا ناس من برا زي المسعودي وابن بطوطة والناس كتبوا شواء ابن خلدون كتب سماعيا وفي أخطاء في كلامه يعني كتب سماعيا بعد ذاك الناس بيعتمدوا كلامه لأنه ما في وسائق أنا قريت ابن خلدون لقيت الأخطاء كمية الأخطاء الموجودة في الكلام لأنه سماعي ابن مسعود جاء السودان وبالتالي كتب قوي برضو لكن جاية ضعيفة يعني ما جاءوا قعد مثلا أربعين وثلاثين سنة عشان يوسق حقيقة جاء في رحلة وكتب كلام قوي سهول قال إنه في الحقيقة تتار السودان سمى القبائل التي كانت تهاجم السوبة قبل انهيارة بيزمن سماهم تتار السودان بشارة إلى تتار الضرب يعني كان فيه هجمات كانت الوسنيين والناس عندهم مديان محلية ديان صغيرة ومحترمة عندهم كانوا رافضين للإضطهاد اللي كانوا بتعمل ومملكة علا وعليهم فكانوا بهاجموها وكان ابن مسعود رصد واحدة من المحاولات قال سنة 1333 شوف 1333 وسوب انهارة 1503 من 1333 عقب لحوالي 150-200 سنة مية كان متمانين سنة كان فيه محاولات كان فيه صراع شفت كيف ده الأدى لأن الجماعات دي تتبنى الإسلام وتتبنى اللغة العربية ما كانت موجودة وده قصة نحن في الجصة لازم تصبروا لصيدار صبر كبير لأنه نحن الضلال عندنا كبير كبر شريك جدا جدا يعني في الحقيقة نحن مش ما بنعرف تاريخنا بس للأسف يعني لا نحن ما بنعرف هسي ذاتنا لذلك ما قدرنا نعمل صيغة للعيشة السلمة المشترك لغاية السعى الجبال بتحارب بعض لغاية السعى الأحزاب والعيدولوجيات بتتناطح مع بعض في العدم في بلد تصني خرابة لغاية السعى صراعات لغاية السعى نحن بنفتكر الزون اللون غامق مشكلة والزول اللون عبيض ومطش مشكلة والزول مشاكل مشاكل في كل أركان السودان الأربع وفي وسطه وفي كل مكان وبيننا يميان ده عنده علاقة بعدم معرفتنا لذاتنا وإدت لما ما تعرف ذاتك اللي بيحصل شنو يبقى بيحصل حاجة خطيرة ومهمة يد بيكون ما عندك احترام مشترك بس ما بتحترم لان غدت ما بتعرف ذاتك معنات ما بتقدر تعرف مصيرك المشترك معه الآخر اللي معك ما بتعرف إذن تحدياتك المشتركة معه ما بتعرف إذن شنو المصلحة المشتركة معه إذن ما بيحصل ما في احترام وهذا ما يحدث دائما قائم على عدم معرفتنا بذاتنا وعدم معرفتنا بالبيئة الطبيعية المحيطة بيننا أن تكون وعيا شعب لغاية السعدة ما حصل ولذا ده كل تبرير دي كلها مغدمة مهمة وأنا بفكر مهمة جدا عشان الناس بتعنسوا الفهم والناس السياسيين المتوترين والناس اللي بيقول لك السعى المشاكل والجوع والفيضامات أنت يا أستاذ جعان ليه أنت جعان ليه مثلا البلد دي لها قاعدة لألف سنة وفيها موارد كويسة وفيها أي شي كويس وفيها موية وفيها نهار يتجعان ليه ده السؤال يا أستاذ إنت جعان لأنه ما عارف نفسك وما عارف بيتك وما عارف طبيعتك وما قادر تستغل وما قادر تتعايش مع بعضك البعض ده السبب الأساسي وده ما بيحصل إلا بأن يكون عندك خطة ما بيحصل السورة ما في سورة السورة دي مجرد كوراك بتبقى بدون خطة كواريك وضحاء الناس بيكتل وبتتحول زي ما حصلت اكتوبر وأبريل وين ما كان السورات مشت لأنه ما في خطة دي برضو بتمشي يا أستاذ إذا ما عملت خطة خطة للفرد هنا في أوروبا خطة للفرد وخطة المجتمع خطة للدولة خطة يمعية كل الناس يتواطوا عليها غير كذا ما بتصنع حضارة هنا نحن عندنا عايش في أوروبا لعني مشرد مش لعني بيحبها هنا إذا سألت أي زول في الشارع دير تعمل مع مواعيد بيت ولا ولد كبير ولا صغير أول حاجة بيشتح نوت شيء نوت بيكتب فيها المواعيد ما سأهبت اللي ساكت وبجيك بالضبط بنفسها الثانية اللي تحددتها إلا يموت ولما يموت يكتب وسيط يقول دكتوران ورانا جاييني بكرة والسانة على مشارف الموت كلموا إنه ما يجي لهذه الدرجة يعني احترام للزمن لأنه ناس عندها خطة وبيفهم وبينك إت عندها خطة ما في زول بضيع زمنة تانية خطة على إنكت تعمل حاجاتك كيف تمشي الدكان لما تمشي الدكان هنا عندهم بدرسوهم البروجيكس دائرة المشروع حتى لما تمشي الدكان دير تشتري يعني الشابين بتاعك دير تشتري الميز تبقى الميز دفوش نو في إنكت حتبزو الجهد حتطلع الساعة كم من البيت حتاخد كم بره حتركب شنو حتصرف كم ميزة فوه ميزانية وبضجة فوه حرقة مشروعه ذاته بس تعمل ميز هنا بخطة طوله تكونوا كاتبين الورقة الخوايات وتحوموا في الدكان ما سامير راسه نحن مرات بندخل الدكان أنا ذاتي بعمل كده والله بمشي الدكان بجيب أي شي قدامي بخطه في البتاعها بس بجيب كمية من حاجة برمية لأننا ما عندي خطة ما ش وعند ظروفنا صعبة والقصة دي دائرة التخلف يعني عندنا في الوقت الحاضر جميع الناس شغالين سياسة 40 مليون ما في دولة في العالم كده السياسة لنا متخصصين زي الطيب والهندسة والغانون والنجارة والحدادة كده يعني في ناس متخصصين بيعملوا لأننا 40 مليون شغالين سياسة وما حلينا ليش ليه؟ أنه ما في بلان ما في بلان دي قصة خطة يسمى خطة إذا إنت ما عنده خطة والمجتمع عنده خطة وبالتالي الدولة عندها خطة نبقصنا حضارة وما بتحلم ودي دائرة التخلف اللي جعلتنا كلنا سياسيين الأطباء والغانونيين والمحامين والنجارين والحدادة وستات الشاي كلنا وأنا في هولندا كلنا سياسة ويزوا والناس البر المشردين ويزوا شغال سياسة دائرة يعمل تحول ما بتعمل لا كيلان وما عندك بلان بتعمل انفعالات بتعمل حركات بتعمل ثورات بتعمل انتفاضات بتعمل تحديات لكن حضيع في الفضاء وفي الفراق This is أهمية مشروع السودان 200 والناس اللي يفهم هم كثيرين والناس المحبين للقطة الاستراتيجية وعايزين فعلا يعملوا نهضة وحضارة وسلام واستغرار حقيقي في السودان يجون يشوفوا مشنو يعني مشروع السودان 200 دي مغدمة مهمة جدا جدا أنا في ظنه الخاص ودفاع عن مشروع السودان 200 ودفاع عن برضو حلقات ندي في ساكولوجية الزول السوداني وكده أنا أسمحولي أمشي للموضوع طيب أنا قلت الليلة عندنا زعم بأنه نحنا نجهل إلى حد كبير جدا بنيات بنيات وأوزان وتفاعيل شعرنا كل الشعب وغنانا كل أشعارنا في المدينة وفي الريف الأشعار الحديث والقديمة عندنا جهل بها كبير جدا في طبعا الناس اجتهدوا في ناس عمل ونحسرهم بالاسم وليهم وقفة وتجيل الآن في أربع أسماء في أربع أسماء مهمة جدا جدا اسمين قدام وخمسة أسماء اسم قديم لهم التحية حنحيهم تحية خاصة واثنين يعني مضو يعني قبل 30-40 سنة أظن واثنين حديثين أنا ما عارف ظروفهم إن شاء الله يكونوا بخير ديل نحن هنجيف وقفة رمزية لهم الخمسة ديل أنا أدعوكم أن تجيفوا ديل الأهم ناس أنا عندي في تاريخ السودان الحديث في 250 سنة الفاتت ديل بالذات الثلاثة الأوائل ديل واحد والضيف الله صاحب الطبغات ده الزول الوحيد الوسغلينا وجعل للكتاب سوق خارج السلطات ألف كتابه الطبغات والضيف الله في زمن ما في تمويل ولا في مطابع ولا في زول بقراليك ولا في زول باعتبرك ولا في سلطات بالساعدة وعمل خارج السلطة والسخ خارج السلطة وده الكتاب الوحيدة اللي عندنا شوفتا كيف مهم جدا الكتاب بعده عون الشريف غاسم تجلل الناس ذيل واحترامه بعده والضيف الله بيزم 150 سنة حتى يعون الشريف غاسم أنا بفتكر المسافة فاضية في محاولات كثيرة لكن المسافة فاضية بينه وبين والضيف الله بعده الطيب محمد الطيب بتاع طبعا عون الشريف غاسم بتاع العمية السودانية وعمل شغل جبار طبعا وبعده الطيب محمد الطيب طبعا بتاع الاندايا وبيت البكة وبيت العيرس ده عمل شغل جبار طبعا ديل ناس مهمين جدا التلاثة ديل ديل ووسغوا لنا فعلا وعملوا شغل حقيقي ما لعلع ولا كلام ساي وقعدوا في الأرض بعد ذاك جوا بعد ذاك شباب يعني عملوا عملوا حاجات زي زي ميرغني دي شاب وده وسغ لحاجات البطانة ووسغ العشعار القديمة وعمل شغل كويس جدا والزول البعديو حسان أبو عاقلة أنا بفتكر ديل الناس تلاثة ديك مؤكدين ديل برضو من الشباب الناس الجديدين الناس الخطرولي يعني قد يكون في آخرين لكن بفتكر أغلية أنا بحيي الناس ديل تحية وعلى أرواح من مضوا منهم السلام وأنا لهم محبة واحترام وأعرف إنه جماعة القدر الأعظم منكم يعلمون يعني وبيحترمون جدا يعني ونحن ممكن يكون بالمناسبة أدب الريف وأدب شعوب السودان موسى أفضل بالمناسبة ومخطط لأفضل من الأدب الحديث ما معلوم يعني أدب المدينة نفسه غير معلوم يعني أشعار بازرعة والحلنقي والأشعار شاعر السافل الحديث اللي هو إسماعيل حسن والأشعار الكسيفة دي أصلا غير يعني ما في دراسات فيه دشعر المدينة وناس مسقفاتي حايمين ليك في الكفاتيريات وحايمين في المناسبات وشغالين سياسات وثورات وشغلهم ما عملين ووزارات السغافة قاعدة ساكت طبعا هي زادة بتعمل ضد السغافة فالدال شنو الشعير بتاع المدينة غير معلوم يا خانة لما جيت واكتشفت بالصدفة قصة الحقيبة دي والأسرار الفيها دي عملت صدمات صدمة ليا نزاد وعملت صدمات لناس تانين وفي ناس حالصدمة من شدة الصدمة شاتموني وكده يعني ومع انه دي حاجات يعني قدامهم خطيت لهم بالأدلة لكن الصدمة لانهم عايشين الزيف عايشين الزيف يعني كل الحاجات تضليل هم في قصص بس لذيذة آمنوا بها يعني وبس قصص ساحرة يعني وآمنوا بها ويقعدوا في التلفزيونات وفي القهاء وفي القعدات ويكتبوا كتب كمان كله كلام خارن بارن لأنه ما عملوا بحث بس فلان سمع فلان فلان قال كده بسجل لك دي خلاص حقيقة لا بعمل بحث ولا شوف الحاجة دي ولا بتحرع ولا بعرف ده شنو ولا بعرف النمط الشعر ده شنو ولا بعرف أوزان ولا غاوعد ولا بنياته الداخلية وما عمل فيها ويكون بعد ذلك وعمل فيها خبير في بتاع الشعر المحدد والكده يعني يعني نحن أمة تجهل في الحقيقة ذات وتجهل الطبيعة المحيطة بيها للأسف ولذا ما عملنا حضارة لغاية السعر لكن نستطيع طبعا نستطيع لأن الأجيال الجاي الجديد عنده إرادة ونحن فينا ناس كثيرين جدا عندهم صبر وعندهم إرادة إنهم يخططوا ويعملوا يعني وينجزوا فبرجي أديكم أمثلة قبل ما نمشي بعد شو دكتور أنور سيأجي أعمل لنا حاجة مهمة جدا جدا يعني ما هيكون كلام كده بس يعني أنا عارف إنه كلام ممل هيكون بعد شو عندنا غاني حنعملها تحليل في الحقيقة وغنية واحدة لكن هيغنوها ثلاثة فنانين اللي يغنت برضليك المولى الموالي وحنشوف الجوطة الحاصلة في اللغنية دي القصيدة دي اللي تحولت إلى أغنية لحنى الراحلة العظيم سرور وهي من إنتاج طبعا الفزة العبادي حنشوف الجوطة الحاصلة فيها يعني الأدلة وبعد ذاك حنحلل شوية كده حنغارين بقصيدة بنونا ما هو الفافانوس وحنشوف البنيات الداخلية بتاعتها بتاعتهم الاتنين الأوزان والتفاعيل والبنيات الداخلية بتاعتهم وحنسمع شيء من الموسيقى ولكن أوريكم هنا إنه في الحقيقة الشعر الحديث منوع التفاعيل الشعر الحديث يعني به الشعر البدأ من الحقيبة لغاية السعر وشعر المدينة يعني منوع التفاعيل عكس أشعار شعوب السودان أشعار شعوب السودان معظمة محدودة التفاعيل يعني بتشبه الشعر العربي الكلاسيكي القديم ولاحظت ملاحظة غريبة جدا إنه معظم أشعار السودان القديمة حتى بعض أنماط الدوبيت والمزدار جارية على بحر البسيط وهو طبعا بحر العزماء ومعظم الشعر العربي مكتوب بالمناسبة بالبحر البسيط والبحر البسيط مش معناته البسيط معناته السهر والبسيط من البساطة لا لا لأنه تفاعله تفاعله رقيقة وتفاعله يعني سيابية عشان كده بسموه البحر البسيط من الانبساط تقول لك الأرض المنبسطة وهو بحر معظم الشعر العربي مكتوب به أسانا حوركم الدليل إنه مثلا الحقيبة هناخد بيت شعر بواحد مقطع واحد لنحن هنمشي بعد شوية هنتحدث يعني دار صبر الجسم مثلا يا بدور القلعة وجوهرة ويا مداعب الغصن الرطيب دي طبعا حقيبة يا بدور القلعة وجوهرة للشاعر طبعا الكبير شاعر الحقيبة أبو صلاح طبعا معلوم صلاح أبو صلاح ويا مداعب الغصن الرطيب طبعا دي قصيدة الرجل المعروف شاعر الحقيبة المعروف اللي هو سيد عبدالعزوز وبعد ذلك بعدين هناخد نغارنهم ومقطع واحد بس من كل قصيدة يعني ما كتير أنا ما دار أصغل عليكم لأننا سيدي فني لكن الناس المهتمين لازم يحضروا أتمنى يسمعوا بهدو بعد ذلك هاخد مقطع من قصيدة بنونة اللي هي ما هو الفافانوس ما هو الغليضة البوس ومن رغية هزيت البلد من اليمن للشام هنشوف دي الوزنهم شنوه التفاعل بتاعتهم شنوه تركيز یا بدور القلعو جوهر طبعا الشعير ما بتقري كده الشعير لما تجي ما بتقري كالرسم المرسوم لا یا بدور القلعو جوهر تبقى شنوه تحول لكم تفاعلته بتبقى یا بدورال كده برا قلعو كده برا جوهر ابقى التفاعيل بتاعتها یا بدورال فاعلات قلعا فعلا جوهر فاعل يا بدور القلعو جوهرة فاعلات فعلا فاعل يا بدور الفاعلات قلعو فعلا جوهرة فاعل فاعلات فعلا فاعل ثلاثة فاعل وفاعلات دي من البحر المديد هي طبعا أصلا برضو بتشترك برضو مع بحر الرمل بحر الرمل أصلا كله فاعلات فاعلات أربعة مرة فاعلات فاعلات بحر أحد وبحر المديد فيه فاعلات فاعل تفاعلتين بس فاعلات فاعل فاعلات فاعل فهنا دي ابقى أقرب للبحر المديد لأنه تفاعلتين من البحر المديد فاعلات فاعل وفاعلات ابقى يابدور الفاعلات يابدور الفاعلات قلعوا فعلا جوهرة فاعل يا مذاعب الغصن الرطيب يا مدى كده بتجي فالتفعيلة هنا البقية الكلمة الشعر هو كده الشعر لانه مبعاين للمعنى الشعر هو وزن تقطيع واذا ما عملت التقطيع ده حنقول لكم الخطورة بتاعتش انه جميع الغنى بكون غلط لانك اتما ما عارف اتما بدعوس عواسى يعني اذا ما عارف اذا ما تقطعت القصيدة الشعبية اي شعر عنده وزنه بتقطع اذا اتما قطعته زولة الفنانة لقدامك ده ما ساعدت وريت وقطعت لذلك انا لاحظت بعد اكتشفت المعلومة ده جيت بحث الحقيبة وتعبت فيه ثلاثة سنة عرفت بينه 95 و 75 في المية من الغلال السوداني خطأ خطأ النطق وخطأ الوزن خطأ يعني خطأ كده عديل يعني يعني ده عواسى اللي اتغنى من جديد اشعار السوداني هي الايالة جيتغنى كويس او تلغيها تعمل شعر جديد ده الخطورة بتاعت الكلامه طبعا حاجة جميلة برضو وكله لكن فيه اخطاء جسيمة يعني اخطاء جسيمة الفنانين ما مزنبين ده مفترض شغل ناس متخصصين وشغل لجان بيقول لك الفنية ولجانة الادبية دي اللي هي يعني لجانة البجيز وكده ده مفترض يكون عندها مغايشة تكتير ده مصعب ايو قل المصنفات الادبية ايو المصنفات الفنية والادبية وكده قول لي تاني المصنفات ايو لجنة لجنة المصنفات الادبية والفنية شكرا ايو بالزبط كده شكرا دكتور اناور لجنة ده مفترض ده شغل وده شغل لكن برضو المتخصصين وشغل الناس القاعدين المثقفاتية وشغل الناس خريجي اليامعات الادبية اللينجوستيكس وده مفترض يكون لانه الفنان ما بيشتغل براه ولاعب الكورة ما بيبقى لاعب كورة براه مفترض ده بيتدربوا بعد ده كمان بيتوري في التيم اشتغل كيف ويشوت الكورة كيف وما يبقى انانة كيف ويدي الباص كيف ويعمل الكوبل كيف ما بيتفكوا كده سايح فاكنهم كده سايح كتا يزول عليك كيف طبعا خطأ فيها قطاع جسيمة جدا نرجع ليامداعب يامدا ديب تبقى يامدا فاعلون يامدا بعد داك مداعب ديب تبقى بيتمشي مع مع التفعيل الجاية مداعب بالغصن يامدا عبل الغصن عبل الغصن يعبل غصن ديب تبقى مفاعلون بعد ذاك غصنر غصنر رطيب 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 فاعل مفاعل فعول دي برضو فيها تلاتة تفعيلات مختلفة فاعل مفاعل فعول لكن لما نمشي ومختلفة من بتاعت ابو صلاح اللي هي التفاعل بتاعتها فاعلات فعلا فاعل قلنا دي هنا فيها فاعل لكن فيها تاني تفعيلتين جداد مفاعل فعول طيب لما نمشي ودي حاجة سريعة جدا بعد ذاك حنجيها بعد ذاك لنصل دي صبرو بعد ما نسمع مقاطع من الأغاني وكذا ونرتاح شوية كذا من التغنيات دي لكن داير صبر نمشي ليه بنونا بنونا بتقول شنو ماهو الفافانوس المقطع اللول بسا مش المقطع الشعر اللول من البيت يعني ماهو الفافانوس ماهو الغليد البوص دي بتتقاري كيف بتتقاري كالتالي ماهو الفافانوس ماهو لتفعيلة برا فافانوس تفعيلة برا ماهو الفافانوس ماهو الغليد ماهو الغليد ماهو الغليد ماهو الغليد دا بتمشي معا دلبوص يعني شوفت كيف ماهو الفعلا فافانوس فاعل ماهو الغلي ماهو الغلي مستفعل دالبوس فعلا ماهو الفعلا فافنوس فعلا ماهو فعلا فافنوس فعلا ماهو الغلي ماهو الغلي مستفعل دالبوس ماهو الغلي دالبوس فعلا بعدين بتلقى طوالي في القصية بعدين بتتردد بتبقى كده دايما التفعيلة بتاخد من القبلية في الغافية بتاعت بنونا غليد البوصر سيفول بحيث داروس شنو حيب بسويته دايما بتجي من هناك التفعيلة بتاعت الغافية بتاعت بنونا بتتم نفسها من الكلمة القبلية من التفعيلة القبلية ما هو الغليد؟ ما هو الغليد دالبوصر غلي دالبوصر ما هو الغليد؟ بتنتهي هنا التفعيلة مستفعلون ما هو الغلي؟ ما هو الغليد؟ مستفعلون دالبوصر دالبوصر فعلا هناك بتبقى ما أحيئ على سيفول بسويته ته بسويته أحيئ 올라 أحيئ على داي تفعيلة واحدة مستفعلون سيفول بسويت ته سيفل بيسو التح دي حاجة تانية يعني دي أنا بس اجي لك لي انه دايما التفعيلة بتتم في قصد بنونا نفسها الغافية بتاعتها بتتم نفسها من الجملة الفاتح زي ما قلت لك بحيد الروس دلبوس غليل دلبوس وكده ده أنا بقول في ليه وده كلام سريع جدا بعد شوين هنحنشوف الحاجات دي عمليا ده وهنا هنا قبل يا أنا قلت بإنه في الحقيقة التفاعل بتاعت بنونا ورغي يقول لها تفاعل البحر البسيط قلت قبل شوية لو طاعت ونفسها يعني هزيت البلد من اليمن للشام فعلا فاعل مستفعل فعلان ما هل فافنوس ما هل غليل دلبوس فعلا فاعل مستفعل فعلان نفسها بالزبط نفس الوج بالزبط يعني تماما يعني كوبي مع انهم مختلفين في الزمن والقصيدة كلها جوة مختلفة بتاعتهم ولكن طبعا نحن قلنا قصيدة بنونا فارها بطريقة غير طبيعية وانا قلت فيها بيت لا يوجد في تاريخ البشر تحدثنا عنه كتابة والمرات الفاتت يعني عندها تصوير غريب وبشع وما بالضرور نتفق مع بنونا في رؤية الجعلية قلنا دي شعوب السودان الوكيد داك ما قابل دا ما هو الفافنوس دي القصيدة دا نشي دا الوطني بتاع مملكة الجعلين وعندهم كان طبول ومحاسب وراياتهم وماليكم المكننير وملوك كتيرين والشايقية وسنار والبدويت البية كان عندهم ملوك ومحاجاتهم وسنار الآخر سلطان كان كان علي دينار وتمشي سلطنة الشلو كل السودان كان شعوب دي ما قابل دي قياد قابل بعد العنف اللي عملته الأتراك وقالوا دي قابل لأنه بيقات ما في دول لكن كان دول كانت شكلي من أشكال الدول على قل الابتدائية لكنها دول فأنا قلت قصيدة بنونا فيها حاجة عظيما إحنا قلنا ما نقجل من شعرنا وغنانا نأخذ مسافة منه ونعايل ليه ودايما منقول زي قرع الرحب تأخذ مسافة تمتع دي وفيه معاني وفيه تصاوير لم تحدث في الشعر الحديث ولا القديد وأنا بقول ولا في العالم إيه رأيك يعني أنا قلتك الصد بنونا دي فيها حاجة لم تحدث أنا لم أجيدها قدر ما بحثت فيه كل شعار الأرض قلت قبل ده أن إنه يتمنى الفرسان أو الفارسات يتمنوا لفرسانهم أخوانهم أو أحبابهم أو من قبيلتهم أو عشيرتهم أو دولتهم يتمنوا الموت في المعركة عظمة ده موجودة طبيعية موجودة في التاريخ كله لكن أن تحدد الموت بالضبط وبيستطيقة بشعة بشعة تصوير شعري عجيب ما بد رأتتفق معنا شوف التصوير ده حقوله ليه كمان ثاني قالت لي ما دايرالك الميتم ترابا شح ده شي طبيعي داري موت في المعركة لكن شوف التصوير دايرا شنو ما دايرالك الميتم ترابا شح دايراك يوم لقى باديميكة تتوشح الميت مسولم والعجاج يكتح دي أخوها يعني شوف التصوير إنه الميت مسولم يعني بشيله هدومه بشيله الغنائم يعني بشيله منه حاجاته هو ذاته والخيول تعفص فيه والدم يسيل ما دايرالك الميتم رمادا شح دايراك يوم لقى باديميكة تتوشح الميت باديميكة تتوشح الميت مسولم والعجاج يكتح تصوير عجيب بس لأنه بالدارجي وعنه الشعر كله بقطعه فيه دومه النبي الحقيبة والشعر الحديث بتاع الحلنق العظيم وكلهم بشعر دارجي لكن دا لأنه موصوم بالغبلية بنخجل منه ليه؟ بسبب الاستعمار وبسبب سوف أهمنا وبسبب عدم معرفتنا بذاتنا عشان كده بقول نحن نجهل شعرنا ونجهل غناءنا كله 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 مجهول كله مجهول ولذا أمة تجهل شعرها كما قال يقول المسألة الغربي تجهل نفسها بالضبط كده تلك هي الغضية تلك هي الغضية الكبيرة العجيبة ونحن هسي عنا داير يعني عشان ما نطول كمان على الناس الجميلين المعانا والناس المتابعيننا في كل مكان والناس إن شاء الله اللي حيتابعونا في المستقبل أنا داير أدلل على كلامي دا بينه إذن الأخطاء القاعدة تحصل شكلها شنو يعني لأنه مدام الناس ما بتعرف البناء التغني التغني للجصيدة وما بتعرف يعني بنية كيف إبقيتها ما بتقدر تقرأ صح لأنه الشعر ما هي ما بتقري زي الكلام وإلا بكون نسري طبعا لازم تكون تعارف تفعيلته وعارف وزنه عشان تقدر تنطقه صح وعشان تقدر تغنيه صح وعشان تقدر تقوله صح كمان في كلمة محددة وردت في شعر الحقيبة دي معذب الناس أنا لاحظت كل الوقت بالإضافة للأخطاء الكثير إذن كلمة الزجل اللي احنا اكتشفنا طبعا حسب البحث طبعا والمؤكد عندنا في البحث بإنه شعر الحقيبة ينتمي إلى نمطية الزجل وهو إبداع سوداني خالص وباهر وجميل أجمل أنواع الزجل في التاريخ ربما لكنه ينتمي إلى نمطية الزجل وكلمة الزجل وردت فيه بس لم ترد فيه أي نمط شعر سابق له ولا بعد له بس في شعر الحقيبة الأنسون بترد في الزجل عموما وسحة نسمع القصة المعقدة الناس الكلمة كلمة زجل ذات واللي هي من قصيدة بضليك طبعا كلمة زجل وردت عدة مرات في أجعار الحقيبة عدة مرات نار الصدود وجل يا معاني الشعري والزجلي حاج كتير 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 منظر شي بديع ما حل الغزل شنو كده والزجل كتير واع العبادي وأنشي شعري والزجلي وموالي في سنة قليل يا جميل وأنشي شنو وأنشي شعري شعر وزجلي اللي هو نوع من الشعر الحلو بتاع زي الحقيبة ده وزجلي وموالي الموالي اللي هو نمط تاني ده كله في الأندلس كان لكنه جال شر وجال مصر وجال حجاز قلنا وجال لبنان وجال عراق وجال السودان برضو ده السودان في لحظة محددة ولكن كان وعينا به ما كافي لذلك ما استمر ما كنا عارفين ما قدرنا نسوقه لقدام لكن الآن نفس الزجل في مصر وفي لبنان وفي الحجاز وفي العراق وفي أي المغرب العربي ده لسياده طبعا قلنا المرة الفاتت أنه أن ماتوا في المغرب العربي اللي هو الحوزي والصنعة والمألوف والقوم وكمان المألوف ده بتاع المديح حشان كده بلخط لي أنا ناسنا الحابين يكونوا أنه الحقيبة دي بس قوليك مديح وجاي من الخلاة وجاي من الغرآن مع أنه الحلاة والمديح ده أصلا قاعد من الله ما خلق الغرآن وخلق الخلاة وقاعد في السودان ما أنتقى الحقيبة ليه أستاذ لا الحقيبة دي نمط النماط الزجل عندنا حلقة كاملة الناس الدائرين يعرفوا دي شون يرجعوا لي تلك هي الغضية دكتوران وار دائرين نشوف دائرين نشوف أولا الأغاني ونبدأ بسرور صاحب اللي سي دائرين نشوف بس تمام تمام آن ورايو مو كوركت دا هو طبعا دا الأصل اللي هو دا سرور فنان طبعا الحقيبة المعروف الفنان العظيم محمد الحاج محمد أحمد سرور وهو طبعا مطرب وملحن ومبدع صيل والقصيدة دي للعبادي وكان زميل وكان صديقه وهم قلنا في البحث اللي هم عرابي الحقيقة الحقيبة الأساسيين ذلك الفن الجميل الإرس السوداني في الحقيقة وموش إرس وأدب سوداني حديث قلنا المرة الفاتت قلنا نكرر تاني الناس القصة دي جدلية في حلقة كاملة عنها عملناها في منبر الباحثين السودانيين قبل كم يوم وفي كمان برضو حلقة شكرا لغنات السوداني 24 لما كنت في السودان برضو هم اهتموا بالموضوع ودعوني لإنه أحدثهم عن الموضوع وحدثتهم في حلقة موجودة في اليوتيوب في سوداني 24 والتنين مهمين يعني حلقة سوداني 24 والحلقة اللي عملناها أخيرا مكملة وهي ساعتين ونصف تغريبنا واكتر تحدثنا فيها بالتفصيل عن فن الحقيبة ومرجعيته ومآلاته الآن طيب سرور نطق زجلي صح هو زجل مش زجل ولا زجل زجلي قابل الضبط وأنشي شعري وزجلي وموالي كده أصلا والبيزات وكده ونشي فعلا وأنشي لا ونشي وان زي الإنجليزي وان ونشي فعلا شعري فعلا زجلي فعلا موالي فعولا يعني بالزبط نطق صحيح لكن نشوف البعدي واللي هو الفنان العظيم خضر بشير بيقول شنو أو ممكن الثاني حسين شندي واحد فيهم اللي عندك يا دكتوران ورب دالي وننتهي منهم خضر بشير قد خضر بشير طيب بایو موسيقى 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 ده البيت يعني شنو فعلا البيت وزنه كالتالي فعلا 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 فعولا لكن لما انت تهينه بجاته وفي فعلا تاني غلط طبعا زجل موالي يعني بالاضافة لانه خطأ لغوي في الحقيقة حتى لو جاء حتى لو افترضنا انه برضه فوق خطأ لغوي طبعا بالاضافة لانه بخل بالبيوت الجابعة دي العبيات الجابعة دي ما مبنية عن الوزن ده نفسه دي 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 المشكلة انه هنا وده طبعا خطأ ما مسؤول منه الفنانة العظيم خضر بشير وهو ممتع ورجل مبدع ونطغ اشياء كثير صحيح وهو حساس سليم لكن في الحقيقة لانه كلمة ده اصلا غريبة وغير معلومة وما معروفة مفترض يكون في ناس متخصصين هم اصلا يكونوا اصلا وضحوها وعملوها دي ما مسؤولي شعر دي الفنانين دي طبعا دي الناس انتجوا في ظروف صعبة جدا والرجل ده على روح السلام يعني رحل مننا كان يعاني ويعاني وامتعنا بفنه طبعا لا ندين ولو المحبة وعلى روح السلام انا بعني هنا نحن ومثقفين والناس العاملين يعني يعني شنو القاعدين في الساحة والنقاد والناس الزي ديل اين هم اصلا واين لجانا النصوص المصنفات والنصوص دي ذاته او كانت بتعمل في جنو يبقى هي ما عندها معايير قاعدة ساكت في الحقيقة تلك هي الغضية وودنا نشوف برضو حسين شندي الفنان العظيم بيقول شنو نور الجيلاني ايوه ايوه نور الجيلاني ايوه 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 موسيقى 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 كده تمام ايوه غلط طبعا زجلي يعني طبعا اختلال بالوزن وطبعا المعنى اللي اتنين مع بعض زي ما قلنا ده يعني كمان تفوق على خضر بشير تفوق على خضر بشير في انه مشدد زجلي زجلي وموالي زجلي وموالي طبعا ده خطة بيبقى انه الوزن ما بيبقى الوزن الطبيعي تاعة البيت هنشي شعر زجلي وموالي اللي واقلنا فعلا 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 فعولا هنشي شعر زجلي وموالي كيدا ده هنشي شعر زجلي وموالي يعني الشعر قلنا بتقري كتقطيع ما بتقريه كالرسم يعني المرسوم لازم يكون عنده أوزانه ولازم يتقري صحيح عشان يتنطق صحيح عشان يكونوا يفغل وزن والمعنى ببه كمان يعني تلك هي القضية يعني وانه القصيدة تحديدا برضي ليك المولى الموالي انا في ظني واعتقد وحسب القراءة القريته من اوائل الاشعار الزجلية الكتب العبادي وهو طبعا شاعر يعني عظيم وشاعر ليس زجلي فقط يعني شاعر حقيبة انما شاعر كمان في الاساس هو شاعر الدوبيت وهو رجل عظيم جدا عنده وعنده اشعار اخرى غير الزجل مثلا يا رجال الهمة دي قصيدة ما زجلية ويقصيدة يعني لكنها ما زجلية هو كتب في نفس اللحظة ونفس الزمن وعنده مسرحيات يعني احنا احيانا كثيرا ما بنكون منتبهين بنفتكر انه عنده مسرحية واحدة اللي يريه ودكين وانا بفتكر بدي رواية لكن شكرا لو حولت دي مسرحية في زمن كان بدر خالص وبعد ذاك طبعا عنده برضو عروة وعفراء دي برضو مسرحية وعنده عائشة شنو كده برضو رواية ما بذكر سينفة بالكامل برضو عنده عائشة السمحة ولا كده برضو دي مسرحية ورجل مبدع ومنتج نحن معرفناه حصرناه كله في برضليك المولى الموالي في الاربع زجليات الكتبة وقلنا هذا شاعر حقيقي ضيعنا كله كله بالمناسبة دا الرجل عظيم جدا حتى في ناس كمان داخل البحث يعني يعني أنا زعلت منهم للأمانة اتصلت بواحد قال لي دا بتاع انديات ساكت وكده يعني يعني للأمانة يعني هو أصلا ما بعرف له غير الشعرة الزجل العمل والأربع أصلا ما عمل أكثر من خمسة زجليات أصلا كتب في الحقيبة دي خمسة وهو المؤسس طبعا يعني مع آخرين ولكن هو الأساس وعراب لكن ما عمل فيها كتير لأنه كان يعلم كل شي عننا في الحقيقة وحتى لم وجهوا في التلفزيون وعنده لغاءات كتيرة كل كل ولا مرة وحدنا لقيت ولا مرة قال أوحك عن الزجليات الكتبة كل كله بيحكي عن شعر السافل ولم يغنيه أحد مجاراته لشعرات السافل وبيحكي عن قصص الأخرى وبيحكي عن أشعار السودان وهو عالم بأشعار السودان وبيحكي عن مسرحيات وبيحكي عن بطولات شعوب السودان لكن ما عرفناه داخل الضلالة العايشين وده كلنا شغالين سياسة تجمعات المهنين الأصليين مفترض تفتش لللغاحات والطب المفترض أصلا هم يفتشوا لعلاجات والصياد للمفترض يخترعوا لنا أدوية للأوبئة والغانونين المفترض يشوف أحسن فورميلة شنو والسياسيين المفترض أصلا يشتغلوا في السلام ويشتغلوا في قضايا تانية والناس الرعي مفترض يجودوا رعيهم وناس الزراع يجودوا زراعتهم لا نحن كلنا شغالين سياسة لازم القصة نظبط وفق فهمنا نحن أي زول شغال سياسة ولم ننتج أي حاجة ننتجنا حرب زيادة وجوع زيادة وفغر زيادة ورغيف ما في وبنزون ما في عملنا ثورة لغاية السعلم كلها صعبة ومتعسرة وأي زول شايفة من جنبة ويزول يعني شنو بيعوك في حتته بس وما في خطة مشتركة ده ليه ما بين دين السعزول نحن عندنا مشكلة زي كل الأمم المتخلفة تكنولوجيا الحول لنا لأنه قلنا ما عندنا خطة والخطة ما بتكون إلا بالوعي بذاتك الجماعي والبيئة الطبيعية المحيطة باك ودي ما بتحصل إلا بالإدراك والوعي العلمي بس ظبط كده عندنا ما متخصصين بس كل الناس ممكن يشتغلوا فيها ولكن خطة يمعية إنه بعد ذاك لنحول بناتنا وأولادنا والأفراد عندهم خطة يكون عندنا السورة هي كده ما في سورة بدون خطة ما بتبقى سورة ما بتقدم تجربة للعالم ليه سوراتنا بتنتهي كتوبر ما في وبريل ما في لأنه ما قدمت نموذج للعالم لكن السورة الفرنسية قدمت نموذج وقدمت الشعارات الرفعتة زي حرية سلام وعدالة قدمت شعارات فوق اللي هي الأخوة والمساواة والحرية قدمتها للعالم في أدب وفن وشعر وكتابات وسارتر وقصة وقدمت تكنولوجيا وقدمت عندها بلان بعد ذاك قدمت للبشرية كلها وسجلت في تاريخ البشرية ثورة فرنسية نموذج حتى الآن ثورة عظيمة كذلك الثورة الأمريكية نفس الشي دستور أنا كنت في جامعة غرطوم درسونا اليوم في سنة أولى دستور الأمريكي كان عظيم جدا عمله سنة 1889 1789 يعني قبل 230 40 سنة بدرسو لغا غير الحاجات التي قدمت أمريكا لحد ما عملت السلاح النووي اللي هو تخريب لكن برضو أنت الكهرباء وانت وانت المصابيح البنضي بها دي أديسون وعملوا شغل لكل خطط ما في حيب تي عبط كده ساي بس تتقوم سيحري جاري بس يعني ما بينفح تتكورك وتنتيك وراكك بالضيح في القضاء وزاو تبلان ولا الحاضر نشأت بدون خطة خطة متو كاملة ما بحصل وهذا الخطة لابد أن تقوم على الوعي الشامل بالذات والوعي بالبيعة والطبيعة المحيطة بك وعي بذاتك وعي بالبيعة طب ذاتك دي عن شنو محيطك الاجتماعي المنوع ده تعيبه عشان ما ترفض نفسك وتنازع نفسك وتكاتل نفسك بألوانك بعراغك بقبائلك المتنوع كل مرة مطنطحين والضربين والشاكلين كل مرة تقوم مصيبة دي دليل لأنه ما في وعي ما في وعي بذاتنا ما عارفين تاريخنا ما عارفين الدينكا والنوير والشلوك ديل شنو هم أصلا يومين وين هم شنو وما عارفين شنو عن الفور والزغاة ودهل شنو بالزبط هم ما عارفين بعض وإحنا ما عارفين ما عارفين شنو الهدن ده والبني عامر ودي الناس تاريخ عظيم لكن ما معروف بيقولوا بينفوا بعض ذاتوا ما عارفين بعض كلنا ما عارفين بعض ما هم ما مزنبين الحقيقة احنا ما قدمنا وعي الناس اللي بيقول لك فلان الفلان قدم وعي ما في ده وعي سياسي بائس وعي ديولوجي بائس جدا ما الوعي المصود الوعي المصود استراتيجيك بلاني دي القصة الأساسية غير كده يا ابني ما بتصمح حضارة وما بتعمل استغرار وما بتعمل سلام وما بتعمل تعايش سلمي مسترد اتجاهل بذاتك وجاهل بالبيئة الطبيعية المحطبة ما بتعمل ما في أمة جاهلة حققت سلام وقدمت نموذج للعالم مستحيل ولا في أمة جاهلة قدمت عالم كل كل ما حصل في تاريخ البشرية العلماء بتقدمهم الحضارات بعد الاستنارة حضارة الغربية اليونانية قدمت لنا منهم ما بنعرف ولا حاكم واحد السعنة حداكم بتعرفوا يعني كده تحدي جميل كده بيني بيكم الناس اللي بيتشاهدون السعنة هل بتعرفوا حاكم لأسينا اللي الحضارة اليونانية استمر السبعمائة السنة ما بنعرف ولا حاكم واحد لانه ما مهم لكن بنعرف مين بنعرف فلاطون بنعرف أريستوب بنعرف السقرات بنعرف الزولة اللي قال وجدتها وجدتها اللي هو بتعل طفو وذي اللي اكتشف بس حاجة بتطفو لغاية تسلحنا في رأسنا لانه قدم خدمة للبشرية كذلك الحضارة الرومانية قدمت بغرات وقدمت فهم على المستوى الطب وعلى مستوى العسكرية وعلى جميع المستويات قدمت ناس وقدمت ميكافيلي وقدمت قصص كتاب لنا كتابه الأمير اللي غا تسمه الداول عندنا ولم يحكم ولم يكن أميرا كذلك الحضارة الغربية الحالية قدمت فطحلة زي فرويد وقدمت هيجل وقدمت مين يعني قدمت طبعا شنو روس وقدمت ماركيس وقدمت قابليوم الكتير قدمت آدم اسميس بتاع الاقتصاد العظيم وقدمت هوبس وقدمت جون لوك جون لوك فالعمل العقدة الاجتماعية بنتحدث عنه السيداء أنا جون لوك شخصيا وانا لست بشي لما مشيت بريطانيا أول مرة السواق أحكي لكم قصة إن السودان كيف كان عظيم وفي الناس يحبوه برضو في العهد الإنجليز الإنجليز جاءوا بخطة وعملوا المشاريع دي شوفتها كيف كانت والإنسان السوداني يدور فيه ويشتغل منظم وخطير لحد ما الشيخ زايد في المغولة بقول إنه كان دائرة الخرطوم دائرة بوظة بتكون زي الخرطوم لأنه بس الخرطوم عملوا الإنجليز بخطة وعمل الإنسان السوداني داخل الخطة لأنه كان في بلان عملوا مشروع الجزيرة ده مشروع عظيم جدا لأنه قايم على الرئي الإنسيابي يعني الموه اللي بتجي بتتوزع بالترع ما في مكانات تانية بتوزعها براها بتوزع نفسها ده شعير ده زي الحقيبة فحي تقال ليه الحقيبة دي ما بتاع كيف تقوم برضو الإنجليز ساهم فيها وبتاع طبعا يبدأ السوداني لكن يا ابني مشروع الجزيرة ده فيه إبداع أكتر من الحقيبة وأكتر من الشعر الجاهل والشعر الحديث كله ده ما شوف ده موه يبتجي كابة وبتتوزع براها اسمه الريال إنسيابي ده قليل في العالم ده شعر ذاته مشروع الجزيرة ده كان شعر عملوا ترماي 1930 كم وثلاثين في الخرطوم ومدرمان زي اللسه بيشوفوا في أوروبا عملوا سكة حديد 1889 قبل 1900 يعني قبل مية كم وعشرين السنة عندنا سكة حديد من حلفة لواو ومن من برسودال لحد الجنين نيالة شفتا كيف ده كان لانو كان في خطة جونا ناس عندهم بلان نحن ما قدرنا بعد ذلك نعمل بلان ده السكرت عندنا العقول وعندنا الإرادة وعندنا لكن قاعدة في الفراغ بالشتت لانو ما في بلان بس جوال لوك أنا قلت لكم لما شد بريطانيا لانو معجب جدا بجوال لوك عجاب شديد يعني وما أزال مغرم بغرام شديد معلش أحكي لكم قصة صغيرة لانو ده في إطار الخطة لانو ده تزول العمل البريطاني خطة جوال لوك عاش في عهد فرح ابن تكتوك والتكتوك على نفس الفترة يعني قول كم ثلاثين ألف وستمية كم ثمانين ده من الزاكرة في الحدود ده كده جوال لوك جوال لوك ده أنا التكسي أجزول بتاعة التكسي مشيت لجيت لحسن الحس خواجة كده عجوز جمت قلت لي يا أخي قال لي التماشين قلت لنا دير أمشي الغبر بتاعة جوال لوك أنا حددت وين وعرفت وين قال لي وين قديت وورقة مكتوب وحاجاتي كلها منظمة ورّ الخواجة ورّاني أنا لما قعدت قدام الغبر قعدت أبكي الخواجة ما عارف ده شنو أصلا ما مهتم ده ما قضيته أنا قدرت ما قدرت تتحمل حبيبي ده يعني ده زهول علمني الكثير أنا والعقدة الاجتماعي أنا كنت طفل يعني في السانة وسانة أولى جاء ما درسون لي وعجبت بإعجاب ما عادي طبعا ما عمل العقدة الاجتماعي بس عمل المزيد لكي العقدة الاجتماعي في الزمن ده كان حاجة خطيرة اللي ده منهم جاءت الدولة المواطنة وجاءت المفاهيم حقوقها الإنسان كلها جاءت من العقدة الاجتماعي لأنه عاكس كل النبلة والحكام كلهم قال لهم لازم الدولة تكون عقب بين الحاكم والمواطنين الوقت ده كلام كبير جدا وده العمل التحول في تاريخ البشرية كلها أنا مشاهد قعدت أبكي الخواجة جاني والوقت ده كان هناك تأخرت كان نذكر لكم أصدقاء كنت أنا ماشي عليهم اللي هو قاسم وعثمان حامد وده العضاء كانوا في الحزب الشيوع كانوا أصدقائي أنا يعني لست وانتمي لأي تنظيم لكن أصدقائي وأنا صديق لكم معظم الناس كانوا منتظريني وآخرين وسلوى السعيد تذكر تعرفت بسلوى والوقت ده كان عبر المنابر وكذا كلهم كانوا منتظريني في مواقع مختلف ويتأخرت كثير جدا لأنه قعدت قدام الغبر كثير ما قدرت أطلع الخواجة كان متفق معاي يوصلني يعني بحسب العداد يعني أول شي اللي جيت ليه قفل العداد وبعد ذلك مركبت سألني وقرى طبعا وراي شاف ده يقول لك وشاف التاريخ وشاف إنه خواجة وانه زول أسوى ده سمر جاي بيبكي قدام ده شنو زاد وما فيهم فقام لما ركبت طبعا سألني حكيت لي أول حاجة الخواجة ده قال ليه أي حتة دار تصل تصل مجانا أنا ما بشيل من الجروش وفعلا ده الحصل ودخل على أي حتة أنا مشاهدة على الناس اتعرف عليهم وقال ما بيمشي قال ليه ده رعرف زيادة عنه كنت بجيء من وين ذاته أصلا بس ليه لأنه نحن نحترم الناس الاحترام ده جزو بالمناسبة الشخصية السودانية عشان كده الشخصية السودانية فيها العجينة بتاعتين تعمل حضارة وعجينة بأنه تنضي لقدام لأنه عندنا غيام حتى الشعوب الحول لنا بتشهد بها غيام الأمانة والشهامة والمروء وهذه نحن حملنا معنا المدنيين وغيرهم كلنا في الريف والمدينة حملنا الغيام ده معنا ودي غيام كويسة جدا بتساعد بالمناسبة على النهضة فقط نجيب الانضباط ونجيب الخطة والخطة ما بتتعامل إلا بيعلم نقعد لها والناس الكثيرين الشغالين السياسة يشتغلوا واجباتهم اليوم والسياسة ويحاولوا يعني يشقوا الرغي فسع نفتش نجيبه من وين ونجل الكهرب نجيبه من وين ونحاول نفتش لكن ما ستكون دائما إلا من نعمل الخطة الاستراتيجية طيب نرجع كان لبانونا ونمشي نرجع لبانونا وبرضلك المولى الموالي باختصار كده حاوريكم وزنهم والاختلالات تلدقول فيها الناس وأنا قد قصيدة العباد فارهة جدا لكن فيها مشاكل كثيرة جدا لأنه من أول القصيدة الزجالية الكتبة والوقت داك وبرضو عمره صغير فيها مشاكل كثيرة في المعنى ومرات في الوزن أنا لاحظتها بعدين في نسخ كثيرة متداولة أنا احتمت على النسخة الغناها سرور بعد ذلك العباد عاش بعد سرور 35 سنة سرور عاش 1900 ما رحل على روح السلام في أسمره 1946 والعباد عاش لحد 1941 يعني عاش 35 سنة بعد سرور ولم ينتج زجل أبدا بعد ذلك لكن بعد ذلك القصيدة تم فيها تعديل أظن مهزات عدل فيها لأنه كانت جايطة جوطة وجميلة جمال وفارها فارها بطر غير طبيعي لكن فيها جوطة أنا لاحظ الحاجة والنسخة المتداولة وكذا أنا احتمت على النسخة العملة الغناها سرور الأولية وتعاني من بعض المشاكل ولكنها جميلة جمال شريك طيب أنور دكتور أنور أنا أظن في حاجة خطة ولا كيف دكتور أنور دكتور أنور هل أنا كنت غايب ولا كيف فيش دكتور أنور أيوة أستاذ معليش لا أنا يعني كنت مسموع ولا لا أيوة مسموع مسموع كماما لحد قلت القصة بتاع جون لوك لأنه لاحظ في خطة حصل ولا لا وكل القصص دي مسموع ما سمعنا وستمتعنا بها وما دفعت حاجة التاكسي ولا جيت الأصدقاء أيوة بس دا كلام جميل جدا هو طبعا قصة عند علاقة يعني قصة ممكن تكون عجيبة وكده فجأة يعني دي ما حيث مخططة مرات يعني يعني وضحت إنه العجينة موجودة بس التشكيل بتاع أيوة 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 هي الحتة لاهمة نعم أيو طيب الديني بس القصيدة بتاعة بنونة القصيدة بتاعة آي تمام نعرض أسي طوالي آي أعرضه شوية يعني ما حناخد فيها كتير بتكتطورنا على الناس يعني بس وانت حدست عنها مكتوبة نصا مش كده مكتوبة نصا أيوة بالزبط نعرض أسي دي مكتوبة نصا أيوة مكتوبة نصا وبعد دي أعرض شوية برضو برض لك المولى الموالي وطيب قصيدة بنونا أيوة بنونا نعم أيوة عرضت قصيدة بنونا طيب دي دي قصيدة بنونا ونحنا قلنا بإنو قصيدة بنونا تجري على البحر البسيط وهو معظم الشعر العربي مكتوب على وزن البحر البسيط لإمدساطه وقلنا فاعل فاعل بالزبط كده وهو بقوله يعني بحر العظماء يعني بسموه كده بنونا بتقول شنو بتقول ماه الفافنوس ماه الغليض البوس والدلمك عريس خيلا بيجن عركوس نحن دارين ندلل بينه كيف النظرة في البناء بتاع الغصيدة واستخراج تفاعلها دي بتساعدنا في فهمها وبتساعدنا كمان في نطقها الصحيح وهي شعبية يعني الشعر الشعبي طبعا عنده تفاعله ما بيجر على أوزان العرب بالضرورة أوزان العرب الكلاسيكية اللي 16 بحر لا دي تفاعل مختلفة وبعور مختلفة ما اسمها بحر يسمى تفاعل يعني كل قصيدة عندها تفاعل مختلفة ومرأة بتتنوع لكن قصيدة بنونا وقلنا قصيدة رغاية بتريد الطعم من نفس الوزن في معزم المرأة فمثلا أنا حديكم نمازج وما حنطول عليكم ونمشي ماه الفافنوس ماه الغليد البوس جعوزات تشوف المخيال الشعبي يعني الزول الكويس هو شنو إنه ما رقيق ضعيف ضعفة شديدة ده الوقت ده المخيال للحظة ديك يعني عند بنونا وعند جماعتها ماه الفافنوس يعني ده نوع من العشبي رفيع جدا ماه الغليد البوس وده طبعا الشنو القصب المجوف الكبير المجوف إنه جوه فاضي هو ماه فافنوس وماه خيلا بيجان عركوس يعني ودلمك بيجان خيلا بيجان عركوس يعني جماعة من الخيول متقدمة خيلا متقدمة الخيول ودلمك عريس خيلا بيجان عركوس عركوس دي كلمة فصيحة من عركس عركس يعني تجمع زي عسكر لكن مختلفة عركس فماه بتدقري كده مش ماه الفافنوس ماه الغلي دالبوس لا بتدقري ماه دي طوالي بتبقى فعلا ماه فافنوس فاعل ماه الغلي ماه الغلي بتنتيه كده ده تمشي للبوس قلنا قبل ماه الغلي مستفعل دالبوس مستفعل فعلان دالبوس فعلان دي كلها تفاعل البحر البسيط اللي وصل البحر البسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل بتذكرها المالتين في السعر كل الكلاسيكي القديم مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل لكن عنده مجزو يعني ممكن تقلل تفاعله بعد دار عنده جوازات والجوازات دي تمتعط بها قصيدة بنونا إنه مثلا فاعل ممكن تبقى فعلا ومستفعل ممكن تبقى فاعلان بالزبط كده لذلك هذا ما حزز في قصيدة بنونا بالزبط ماهل فعلا فافنوس فاعلان ماهل غلي مستفعل ضلبوس فعلا ودل مكعر سخيلا بيان عركوس ودل فعلا مكعريس فاعلان خيلا بيان مستفعل عركوس فعلا نفس الفوق فعلا فاعل مستفعل فاعلان تحيد فعلا فعلا فاعلان مستفعل فاعلان أحي على سيفل بيحد دروس أحي على مستفعل سيفل بيحد مستفعل دروس فاعلان أحي على سيفل بيسو التح أحي على مستفعل سيفل بيسو مستفعل والتح فعلا دي بنقول شنو بتخلينا نحن نستطيع أن نعمل شنو أن نقرأ أن نقرأ القصيدة صحيح وبالتالي بتعمل حاجة خطيرة جدا مخلينا ننطق صحيح ونلحينا صحيح ونغنيها صحيح وهذا ما نفتقده حتى الآن لازم كل شعرنا يتقطع وكل شعرنا يحصل وكل أدبنا الشعري يكون واضح بالنسبة لنا ونقدر ننطقه صحيح عشان نقدر نستمتع به وإيانا المغبلة ذاته تحترمنا يا أخي الفراهيد عمل بحور الشعر العربي واخترع من العدم قبل حوالي كم من الساعة ألف سمس سنة ألف وميتين ألف وثلتمية سنة أقو الشعر الشعبي برضو في مصر وفي العراغ وفي سوريا وفي المغرب مقطع عنده تفاعل ومعلوم بالضرورة كله الزجل زي حقيبتنا ده والشعر العادي البغنو كل الناس الشعبي الذي لا يجري على النحو العربي ولا على الإعراب ولا على أوزان العرب عنده أوزان وتفاعل مختلفة ولكنها ضرورية استخراج عشان نقدر ننطقه صحيح ونغنيه صحيح وبالتالي نستمتع بمعانيه حقا ونستمتع به فعلا بدون أخطاء يسيمة وبدون يعني اختلالات كبيرة كما يحدث الآن برضو ليك المولى الموالي منوعة التفاعل ما زي برضو ليك المولى الموالي منوعة التفاعل ما زي قصيدة بنونة وقصيدة اللي هي سابقة ديك اللي اثنين هما قصيد مناحة بتريد اللي طامس دا الكدادة الزام هزيت البلد من اليمن للشام قلنا هزيت فعلا دي البلد فاعل دي الشام فعلا ف دي قصيدة الرغية وقصيدة بنونة سعقلنا قبل شوية أما برضي ليك المولى الموالي برضي ليك كده بتدقري برضي فعلا ليك فعلا موالي فعلا موالي موالي فعولا موالي فعولا برضي ليك المولى الموالي الممع الموالي مفصوله بتمشي بتبقى سيكون مع الكلمة السابقة عليها برضي ليك برضي ليك برضي ليك برضي ليك المولى الموالي سرور بزبطه صح ما عنده أخطاء كثيرة عظيم لأنه طبعا حاضر النسخة ذاته وقدامه زولة الكتبة بإحساسه والشاعر العظيم طبعا الشاعر ما بتضروري يعرف تفاعل لأنه الشاعر بعمله بالإحساس ده بتاع النقاد وبتاع الناس اللي أصلا بيجو مفترض في اللي جام بتاعت النصوص والناس زي ديل المفترض بيعرف الفنيات ديل المفترض بعمل الشغل ده بالزبط كده ما في زولك عجلينة في رنجلة النصوص شو التفعيلة بتنتهي كيف وفيك لاز مفاعلان مصب فعلا رل جميل فاعلا لو تعول دون قصد العوالي لو تعول فاعلان دون قصد فاعلات عوالي فعولا شوف التفاعل منوعة عندنا هنا مفاعل وفعلا وعندنا فاعلات كمان من بحر الرمل والبحر المديد يعني مش البسيط يعني كم تفعيلة مع بعض طبعا فاعلات هي تفعيلة بحر الرمل ولكنها بتوجد البحر الرمل عنده تفعيلة واحدة بس فاعلات ثمانية مرات كل بيت أربعة أو كل بيت ثلاثة فاعلات 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 كده لإني ما في في جوازات لكن بس كده تفعيلة واحدة والبحر المديد طبعا فاعلات فاعلات فاعل فاعلات فاعل أربعة مرات ده البحر المديد يعني فاعلات بض في البحر المديد موجودة لكن السيد فيها الروح بتاعة البحر المديد أكثر من الرمز بتاعة بردليك المولى الموالي وفيها تفاعل متعددة والحقيبة كلها كده فيها تفاعل متعددة وهكذا هو الزجل لو تحول دون قصد العوالي لو تحول فاعلان دون قصد الفاعلات عوالي فعولا بردغوص بحوري وأوالي بردغوص فاعلان في بحوري فاعلات عوالي فعولا نفس الفوق لك أخرج دورة للغوالي لك أخرج فاعلات دورة للفعلا غوالي فعولا وأنش شعريو الزجل وموالي وأنش شعريو فاعلات الزجل فعلا موالي فعولا في سنة قليل يا جميل في سنة فاعل كقليليا كقليليا لازم تنتقيد دي محقدة جدا من المناسبة في سنة فاعل الكاف بتاعت في سنة بتمشي مع قليل كقليليا وما بتتقري قليل كقليل يا جميل كقليل يا جميل كقليل يا جميل فاعل فعلا فعول وإلى آخر القصيدة يا سمالغايات يا ملاكة من تطاول لين العلاكة عشت الدم يا عشت دم يا حلية حلاكة يا حياة انفسنا وهلاكة لو صليت في النار ما سلاكة قلبي راضي وهاك الدليل إنه صابر وحامل بلاكة مرة أرحم يكفي القليل جدا ويدي وآن في قادي دي مهائم رايح وغادي بحري دمعي وفي النار بحري دمعي وفي النار رقادي يطفي نار الماء في اعتقادي ماله زاد وزاد في انتقادي ماله زاد وزاد في انتقادي عاذلي فيك وعدم الخليل خلي نصحك يا خالي غادي عن صراط الحب ما بميل كيف فيك واسمع نصحهادي يا الغرامك أو يبسهادي أعيي يدي وأعيي اجتهادي إيه يفيدك يا ليل فيك جهادي إيه يفيدك إيه يفيدك يا ليل فيك جهادي جهادي جمري قايد وأنا روحي هادي لخروج فضل القليل يالفراجك ليك يعني هادي مني ليك الشكر الجزيل دي قلنا فيها شوية مشاكل صغيرة بسيطة لكن قصيدة فارعة جميلة جمال عجيب أنا بفتكر اللي قدام العباد يغير فيها دي تصوروا مني يعني غير دي النسخة الغناها سرور اللي قدام أنا لحصل فيها بعض التغييرات وتعديلات بسيطة لكن فارعة جميلة زجل رفيع المغام لم يحدث في تاريخ الزجل في ظننا في تاريخ الزجل قلت كتر النوح العيالك دي ما تطرأ أيام زا هيالك مرة تهدي تقول العيالك الحيالك كالنسيمة ليتم عيالك برضو دي فيها شوية مشكلة كالنسيمة ليتم عيالك دي مرة واحد من الشباب اسمه نور طيب نور نور الله له التحية مدام جاي اسمه في واحدة من المرات قال لي هو بحسب انه هنا في مشكلة وانه فعلا النسيم ما بيتم العيال دي في الحقيقة ممكن تكون كالنسيمة نسم عيالك ولكن المشكلة انه من الوزن ما بقى لانه الوزن نفسه لما تقول كالنسيمة ليتم عيالك والنسيمة نسم عيالك نفس الوزن لو كان في خلل مثلا زي قصد بنونا اسد بيشة ونحنا شككنا فيها دي عملت خلل في الوزن بالتالي شككنا فيها لكن دي هنا القصة معقدة جدا إلا أنا غايتو شخصيا ما عندي فاكلام كثير شكرا للطيب نور الله وما عندي كلام هم قصيرة كلها جميلة جمال شديد جدا وانا بحب أحب شديد وبسمعها تقريبا كل مرة قاسيهاتك فاتك ويالك من مرائي وصدقك قليل انت عاشك بجد خيالك ومنه ساكن ظلا 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 ظليل المكارن خلغة جبيلة يا مناية يا مناية ظروف العصيبة ودي بتتقال فيها كلام كتير جدا مرة بتتعمل ما مناية وبعدين فوق برضي ليك المولى الموالي قبل خضر بشير بيقول العبد الموالي فيها فيها حاجات يعني القصيدة قصيدة فارهة جميلة من أجمل طبعا على وشه الإطلاق ووشه الفزري يعني أشعار وأغاني الحقيبة والعباد طبعا شاعر فز وعظيم ونحن قلنا أنا الدعاء مني نحن معرفناه قويس وسجناه في الثلاثة أربع خمسة زجليات الكتبة وهو شاعر فاره شديد ومسرحجي ورجل كمان عارف بثنونه أداب السودان وحكاي ورجل عظيم عظم أنا بفتكر من أنبل وأعظم ما أنجبت المرأة السودانية إنسان نبيل لكن إحنا ما قدرنا نبيعه للعالم لأن نصلا الشعيرنا بتاع الحقيبة ده زجل في المنافسات في أرجاء كثيرة في العالم وكده العربي والمتحدث اللغة العربية بالأصلا ما قلناه لهم لأنه ما عارفين عندنا زجل ذاته أصلا أنا لما اكتشفت الحقيقة دي قربوا يضبحون الشباب الوهميين السكارة جميلين أنا السكارة جميلين طبعا لهم التحية أصدقائي وزعلوا مني طبعا عن زعل نبيل كيف تقول كده وكيف تقول وكيف لكن يا أخي ده اللي قدرنا عليه ويتشوف وأبحثه برضه نحن ما بس أشعارنا بس قلنا دايرين نبحث في بيئتنا وطبيعتنا وفي نفسنا والطرق والكبار والمشاريع نفهم خيالنا ونفهم نحن منه عشان نعمل نهضة ونمرق إلى برا النهضة والحضارة ونعم الأمة محترمة ونرفع راسنا بين الأمم وشكرا لكم يعني وآسف إذا طولت عليكم المايك معك دكتور أنور أنا انتهت شكرا جميلا أستاذ محمد جمال الدين سياحة مادعة صراحة الحاجات دي كلها ولو أرى هارفة الحاجات دي لا بدرسونا لا في المدرسة ناس فاعل مستفعل فعول أي بسيطة ما خطيرة بسيطة جدا مفترضة ذاته هو مش بيدرس ممكن بكونوا بدرسوه أنا سأل آداب تخصصات لابن الشعر الشعبي ده ذاته مفترض يتقطع ومفترض يدرس طبعا أيوة ده شعرنا ما عندنا غيره ذاته أصلا أيوة لأنه ما عندنا معلغات نحن عندنا الحسن الحرك وشغبة المراغمابية بيت مسيمس دي العهد السناري والتركي عملوا شعر داري وشعر حقيقي فيه تراسنا وقرسنا وتاريخنا والحروب والمعارك والانكسارات والانتصارات والأزايم والحكاب والأمجاد والكل موجود في ده ما عندك غيره أستاذ بدرسونا المعلغات حقيقة كويسة درس لكن درس ده معه دي القصة درسوا درسوا بتتفاعيلوا ووري الناس وعدة تاريخهم شعبة السودان نحن في دولة المواطنة زمن شعبنا دي دولتنا مفترض دي القصة الماك معاك ناسف في بروفيسور يعني هو أستاذ فاضر وبقدم دايما تدريب في البحث العلمي وكده هو من الناس المهتمين بالفن وزور رواي وكاتب وإلى آخرين وعندهم عندهم مجهودات عظيمة أنا إن شاء الله هاوي أربطك معه بخصوص المشروع بتاع السودان بالتين وكذلك لسم شنود الكلية بتاعتهم الكلية غيباش كل دفان برضو من الكليات الرائدة اللي بتقدم يعني حاجات مهمة جدا 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 نعم المصنفات الأدبية المصنفات الأدبية والفنية جدا أنا أذكر قريت عنها في إطار النقد لها أذكر قريت حاجة من حمور زيادة ولا واحد من الشباب تاني حاجة برضو إنت ذكرتها ذكرتها يعني طبقات وضيف الله ذكرتها عون الشريف قاسم ذكرتها الطيب محمد طيب عليهم الرحمة جبيعا جدا وذكرت من الشباب لكن ما في مثلا مركز الدراسات السودانية عمور الدكتور حيدر إبراهب علي يعني لو التحية نعم لو التحية ووسق لك مئة بتاعت حاجات هل في تقدير في تقديرها جدا دير هم أهم خمسة أسماء يعني أيوة أيوة طبعا أنا ما قلت يعني حسرا أنا قلت دير الناس الشاينين اللي أنا يمكن يكون أكتر شي متعلقين بمجال حلقتنا الليلة عن الأغاني وشعار شعوب السودان وقلنا الخلل اللي إحنا ما عندنا وعي كافي بها هي بداع عظيم جدا لكن إحنا ما ما شفناه قويش دير هدف الأساسي ولكن دكتور حيدر وهو هو معروف بالنسبة لي والتغيط عدة مرات وصديق اعتبر له التحية والمحبة واتهد اتهات كبير جدا واحد من الناس القلائل اللي اتهد اتهات كبير جدا وعمل مركز محترم جدا وسابر عليه في ظروف صعبة جدا جدا في المغرب بداه ثم ختم في الغاهرة وزن بحاول نقول السودان ما قصر يال نعم نعم تمام طيب وغيره وقد يكون في ما دعم كده نحن ما نظلم آخرين يعني أنا طبعا قلت التلاتة الاربع أسماء دي ناس التلاتة أسماء الأولى والضيف الله وعون الشريف غاسم والطيب محمد ده شغل الطيب محمد الطيب ده العمل وشغل محترم ده شغل المخيال نفسه اللي استفيدت منه شغل كبير كبير حقيقة بعد ذاك في شباب يعني في المجال زي أنا بقلت يعني زي مثلا مرغن بي شاب وزي محمد أبو عاقلة وغير أنا بقصد في المجال ده ده أحديدا شخصيا دي العمل في المجال بتاع الأداب ووسق بالذات مرغن بي شاب ووسق لأدب البطانة وده أدب كثيف جدا خالص خالص أدب قبيلة الشكرية والكواهلة والبطاحين والمسلمية شغل رهيب جدا وده لالناس البدو البدو يعني نمط الشعر العربي في السودان وكان داري دائما يعني الشعر الفصيح نحن عندنا ما جاء إلا قريب جدا بعد 1800 بدايات مثلا بدل محمد البنة أبو عمر البنة بتاع الحقيبة على رحمة السلام ثم بعد ذاك الملك طنبل بتاعنا المملكة تقري بتاعنا مكة زيبير وبعد ذاك طبعا جونس المجذوب مؤخرا وجونس العباسي وجونس المحجوب وكده ده موضوع تاني يعني الشعر الفصيح ما كان عندنا في أصلا طيب اللجنة بتاع المصنفات الأدبية والفنية يعني معقولة يعني من ما إنشئت لحد الآن إن شاء العبادي نفسه مش كده آيوة 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 إن شاء العبادي أوايوة طبعا العبادي كان عراب الأساسي وطبعا العبادي إحساسه عالي ما بالضروري يعرف فنيات ما لأنه وصن شاعر وإحساسه عالي عالي بالكلمة وهو أصلا الخباز بالتالي هو ما كان بيحتاج يقطع لأنه يعرف التقطيع أصلا بالسليقة هما شاعر لكن الناس التانية حتى الشعر التانين يعني إن كنت مفترض تخلف مغاييس معايير عشان تقدر بعد ذاك تقدر على أساسه مثلا الحمار اللي قال العبادي تقبيل أيوة إنه في لحظة من اللحظات بإنه كان في واحد من الشعر الشباب جاء وعشان العبادي الجزلي القصيدة كان هو رئيس اللجنة طبعا وهو رجل عظيم جدا قام 3-4 بيات ووقف بقيت الناس قالوا لي يا عمنا يا أخي يا أستاذنا العظيم ما تخلي زول يكمل قال له ما استع لو من الباب ده جاء حمار مدى لنا رأسه يعني هنقول لا يدخل عشان نعرف كنت حمار ولا لا ما هنعرف حمار خلاص يعني من رأسه يعني فإذا طبعا دي طبعا قصة طبعا جميلة جدا كيف اختزال كبير جدا لأنه بعد داك إنه أصلا الزول ده مفترض قصيد تقطع وتذجري صاح وما يقرعه بس هي أصلا مفترض إنه يعني يعني يتعامل فيها شغل أصلا ويكون في معايير أصلا ما لا توجد معايير يعني الحاجات بتزوغ بالإحساس زي زوغ العبادي ده بعد داك بيقى زوغ طوالي بيقيس بتزوغ بس له ما فهو معايير ومرة بالتالي يكون فهو مجاملات وكون حاسيس بس كده ساكت وما في علم كده أي علم في العالم عنده أي شعر في العالم عنده مغاييس أو زان وتفاعل زي ما عنده معانيه وعنده بنياته الداخلية وعنده أجواءه وعنده إرسه وعنده تاريخه الشعر هو كده وعنده كله ده مفترض يكون واضح يعني ده مفترض يعملو ناس يقعدوا في الأرض ويقطعوا كل الشعر الدوبيت والمتدار وأشعار شعوب السودان والشعر الحديث الحقيبة طبعا زجليات رفيعة جدا لكن نحن عرفنا كيف جميلة ناس يقطعوا في هدوم ونقول لك يا حول قال يا الغصم الرطيب وما عارف قال أم حال وقال أم قال دي جابة من وين يا للرو يا للجمال وطبعا بكتش كامل بتاع الزجل يا أستاذ أصلا الزجل كده بالتركيبات الزجل قال والصدر فامح زي خليج الروم وجاب خليج الروم هو من وين وذول إلا طبعا خليل كمان برضو خليل فرح دم مبدع إبداع عظيم شديد جدا وفعلا نضيع خليل فرح طبعا أنت زجليات وزجليات من رأسه ولم يجارج ده كمان كعب جميل جمال رهيب كعب دي معنى طبعا إبداع شديد جدا خليل فرح طبعا هم المبدعين الأساسيين بتاعنا الحقيبة كلهم معظم هم مبدعين الناس النشو في زمن الحقيبة دي لكن الناس الأساسيين الأنتجوا زجليات عظيمة اللي هم طبعا عراب الحقيبة الأساسي رغم واحد وبعده خليل فرح اللي هو العباري وبعدها خليل فرح وبعدهاك والدرّضي طبعا وبعدهاك أبو صلاح طبعا يعني تشبه بالظبط وباهر وباهر بالمعنى الحقيقي للكلمة وممكن تكون عامل أجمل زجل في تاريخ الزجل وهو طبعا أرفع الفنون السابع الخارج الفنون الرسمية العربية وأجمل أنا قلنا المرة الفاتة إنه ستدين الحلي هجمع الزجل في العالم كله سنة 1339 كتابه ده قال إنه الزجل هو أرفع الفنون على وشهر إطلاق وأجمل جرسا وحسا وكده شكر من زمان الحلي بده مشكل النمطة ضمي شوف الزلة ألف كتابه لكن سمى الوقت ذاك بهين النمط سمىه كان مكتابه العاطل الحالي يعني الزجل عاطل عن الإعراب وعن شيء لكن حلو وعاطل عن وزان العرب وقالت تفاعلك تفاعيل جاي من البحر البتاع لكن لا ما مش على البحر كل مرة بجيبوا تفاعيل جديد يعملوا في القصيدة 26-24 بحر تفاعيل خارجيش شأن كده سمى العاطل عن نيج وعاطل عن الإعراب ابن غزمان العمل وده أعظم من ماركس بالمناسبة ابن غزمان اكتشف نمطية الزجل لا لازم الناس يركزوا معاك الحجة ده حجة خطيرة لأنه في ذلك قال لي ابن غزم اسمه زمان زمن الحقيبة الصحابي يعني بيعملوا لي غز انت عارب انه ابن غزمان ده عمل ثورة في تاريخ البشرية أعظم من الثورات كلها وأعظم من الشغل بتاع ماركس في زمنه ليه لأنه كان الشعر والغنى كان حق الملوك والأمر وباللغة الرسمية العربية الفصحة في الغصور بس لأنه الشعر والغنى دوره خطير جدا ما بود الشارع تود الشارع الوقت ذاك لا في فضايات لا في تلفزيون لا في صحف لا كده ابن غزمان ملك الجماعير أداء للتعبير وأداء للثورة لأنه ما كانوا بيعرفوا في الأندلس كانت يعني بتكلموا داريجي بس لأنه شعوب منوعة أفريغية وأمازيغ وأسبان جنسيات مختلفة العربة غلية حاكمة الناس اللي بيعرفوا اللغة العربية الفصحة ديل عندهم كان لغتهم براهم ابن غزمان عمل النمطير تحت الزجل وأثرت في أوروبا كلها لأنه كان بتكلم لغات تانية كتب بلغات تانية ملك الناس العادين أداء خطيرة للتعبير في البداية السلطات غاومتوا وكانوا بيجلدوهم ويعذبوهم لأنه التعامل لي غنى تلفزيونية معارضة الوقت ذاك خطيرة لأنك بتنقل للناس فكار وإنت كمان ذاتك إنت تقعد ويجيب جماهير تغني التمنو ذاتك أصلا كانوا بيجلدوهم بعذبوهم بتردسجينوهم لأنه ملكوا قال إنه الشعر ممكن يبقى بالدارجة ده زول خطير جدا وقال ممنوع تعربو يعني إذا قلت يا بدور الغلعة وبيطردك طوال زي العبادي طرد الزول بتاع الحمار داك هو ابن غزمان بيطردك طوال لازم يكون معارب ولا يجر على بحورة ولا أي شيء لازم يكون هردبيس باللغة العربية الدارجة ده الغانون مكتوب كده كاتبه سنة ألف ومية وسبعين كتابه كاتب فيه دا بالضبط تمشي شوفه اسمه ابن غزمان الزيل بس تقريد دامه في الانترنتشو الشروط بتاعته أولا ممنوع تعرب تعرب معنا دا خلال قال ما تقول مثلا غائد غائد الإسطولي طوال دا بيطلعك بر لهم تقول غائد الإسطول واللغة العربية ما فيها ساكن في النص كله في الحشو دا غلط يعني ما عربي دا قال يعني زول في الجزيرة العربية في العثة الجائلة إذا قلت لي أبدور القلعة وجوهرة ما بفهمك لا أنت قل لي أبدور القلعة وجوهرها عشان هو يقدر يفهمك لأنه دي الغواعد كده لا ابن غزمان قال لأننا بس الكلام البنانطب في في شوارع الاندلوز تتغنوا به قام انتصر بعد ما كانوا بيقلدوا فيهم بتاع قاموا الغنوات بتاعهم دي كترة قاموا الأمرة تبنوها والملوك ذاتهم بيقى ازيل وما ذاتهم بيقى حقهم قاموا قالوا للشرق كمان يا عندنا هنا يا رجل أبدع فيه في العهد المملوكي كان كده الحقيبة نحن قلنا يزيل العهد المملوكي كلمات المفتاحية لأن وخدت العهد المملوكي كان في مصر ثورة عظيمة استمر 250 سنة يعني المماليك حكموا مصر 250 سنة 1250 لحد مملكته منهار سنة 1717 يعني 250 سنة حكموا ده كان استغرار وكان بعدين هو ما يعرف العربي العربي ما حقهم فشجعوا اللغات المحلية والأدب الشعبي لذلك تشر الزجل دهناك بكثافة وتزول ألف العاطلة الحالسة في الدين الحلي هو عايش هناك عراقية لكن كان عايش معهم هم طبعا حاكمين كل الحتاج وابن مغاتل طبعا سوري ده عنده قصيدة سوانس الحقيبة قال لده كم مرة اسمها يا حلو الشمائل إن عينيك تعمل في غلبي عمائل كده بالضبط كده ده ابن مغاتل 1250 1260 كده ابن مغاتل ده خطير جدا وفي واحد اسمه برايم الغباري ابرايم الغبار سوري جاه سوري منو واحد من السوريين دي كتب كتاب نبز النبز قال لهم انتو سارقين الزجل الاندلسي كتاب اسمه سارقات المصري في الزجل الاندلسي سنة 1330 شوان نظر متطورين كيف الوقت ده قام وشي شتام بقصيد ورد عليه بكتاب وره هو سارقات ذات وزاته سارق ولانه زجال وفي الحاجة ما سارق نفس الكلال بقول لنا سالحقيبة لأن الحقيبة كلمات مفتاحية زجال بتستخدم نفس الكلمات المفتاحية اللي اتنا غلطاني للمصريين سارقوا ولا السوري سارق الشام ده سارق شفتا كيف تلك هي الغضية بعدين السيدي برضو زي ما بالجلد في الاندلس كان وبتاع السيدي برضو لأنه كنت لما تجيب حاجة بر السيست من النظام الاجتماعي والسياسي بشت مك الضربة بتاعة عش الجبل زي الناس اللي بضربون كانوا في الاندلس لأنه دي بتعمل في نمط خارج سيادة المجتمع المرة دي مش الدولة كمان كده في شباب بتضربوهم مضمئنين خالد انهم عملا جميلا في الحقيقة كلهم في المستقبل ربما ما بقول بالضرورة احتمال يقلد عش الجبل واحتمال تنتج نسحة منتصرة ممكن التاريخ علمنا في طيب بسجن لسؤال مهم كل الحياة الناس عندنا عدم معرفة بتاريخنا وعدم معرفة بذاتنا وعدم معرفة بشعرنا وليهو يعني بيحوي كل التاريخ بتاعنا والوقاعة التاريخية وإلى آخرين جدا طيب للمستقبل يعني هل نقوم نرجع ورا هناك ونجيب من ورا ويكون دي الحاجة للمستقبل يعني نشيل شعر منونة وشعر شاعر من الشري وشاعر من الغرب وشاعر من الجنوب والجنوب المناسبة الحلقة دي تم أسي يعني الشير بتاعه في مجموعة باحثي جنوب السودان وهم أصدقائنا وأحبابنا وموجودين معنا أضافي بمجموعة الباحثين السودانيين لأنه لما ننشأ أصلا ما كان سودان مقسم كان سودان واحد والتحدي والتحدي الليل وصحابنا وصحابنا بمجموعة 300 سنة العربية وتبنت العرغة العرغة العربي زات أن الإسلام جابته واللغة واللغة العربية جابت جماعات عربية والكلام ما صحيح الانديناس جروب الجماعات الأصلية بتاع السودان تبنت الإسلام ضد المسيحية لأنها كانت معاذية كان فيه الشقاق الفونج ما عرب ولا في زول في قيدة ولا جماعات كثيرة في السودان بالإضافة للعرب الفعلا لكن العرب كانوا ما منافس على السلطة وكانوا في الخلق كانوا في بادية البطانة وبادية كردفان وبادية دارفور في المقام الأول الجماعات العربية جاءت وكانوا رعاء الصوفية نفسهم تأثيرهم ضعيف جدا في الحاجة الصوفية جاءوا ويجابوهم الناس اللي يبنوا الإسلام بالمناسبة جابوهم عشان يدرسوا عشان يعملوا الصوفية نفسهم اللي عندهم دور كبير جدا دل جابوهم قالوا تعالوا وصل لو ما كانوا دايرين وكانوا بكتلوهم كان الناس عندهم مغدرات وكانوا حكام السودان دائما الانديجنس غروب في الفونج وفي مغرة لغاء تسلع الملك جبير قاعد وكانوا في دارفور السلطان علي دينار آخر سلطان 1917 الجماعات الجاد عربية بيور اصلا ما حكمت كل كل السودان ليه غايت شفت الكلام دا كيف دا كلام عجيب طبعا لكن دا كلام لحنا لقنا لما عملنا أبحاث شعوب السودان سوري البحث بتاع سكان السودان عبر الغرون أنا سودي معلومات كثيرة متهيشة زي بحث الحقيبة صدمات كمية من الصدمات يعني قربت أجن مرة حاجات كثيرة مغلوطة بدرسونا لها وبيقولوها ومنبني عليها حركات ومفاهيم وإيدالوجيات وهامش ومار كله غلط ما قايم على أي وسائق التاريخية ولا قايم عليها جراء علمية كل كلام ساكت وكل حاجات نسحرية دي القصة لغاية الساعة نحن محترض نشتغل شغل كثير جدا وكبير جدا ده طبعا باختصار شريك جدا وأرجو ألا يكون مخل لقد دام بنعمل حلقات خاصة بالمواضيع دي ونتناغش فيها ونحن دي الحلقة رغم 14 في سايكولوجية الزول السوداني بعض الناس المهتمين دارين يفهم أفضل نحن عندنا تاني غير دي الحلقة الرغم 13 حلقة قبل ده وحنستمر شوية إذا الناس صبرت وشايف ده مفيد أنا بفتكر اللي لك فانا يا دكتور شكرا شكرا سلام ومحبة يا جميل يا حلو ده كلام رهيب ده كلام جميل شكرا لك يا أخي وإنت الأجمل والناس المعاكل بشاهدون كلهم تحية ومحبة أكيدة وأمسيات خير وبركة وتصبحون على خير وإن شاء الله نعمى الوطن جميل إن شاء الله إن شاء الله الله يديك العافية يا الله شكرا لكم جميعا بالسلام